موسيقى موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد من برنامجكم من الشارع إذن موضوعنا لنهار اليوم هو عن آمال الشعب الجزائري المنتظرة من الرئيس القادم لنتبع آراء المواطنين بنتي صلعنا بأول وقبل كل شيء وشارعنا نسنو في الرئيس الجديد إن شاء الله أكتب رب العالمين يعني بكل صراحة نسنو في المواطنين ويحصل للمائك وشيء من المساكين ويشترك على المقارنة نحن نحن نشاهدون ومعاً سيكون هناك عن المساكين عن المساكين المساكين ونحن نحن نشاهدون مهاتبا وعلى الهبيد المعامل على خطر لعيش اثناء الأمان السابق هو أنه 1차 مفرغ مدرس كلما يفرغ يقبل هناك وحادث آخر يتلقى بلايها وعلى الهاتف مرحل الأجياء يتعرفون انه يفصل إن فإن يقرأوا على مستار الوأسال وعلى المستبier إلى العدو والحدود إماier، فلا يتمنى que بيحصلوا على الاستعرار على بساطة، تكون الإبتشافة ولكنهم لا يمكنهم الإنظار 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 لا يمكنهم الإنظار الإنظار ولكنهم يجبون الإنظار فإنهم الإنظار الإنظار فإنهم إنهم الإنظار فإنهم إذن فإنهم Questo ما تقول هو النبي العالمي يا بنتي هذا المنضى وزالي بوار دي شوز يعني أروع منطرف الرئيس للشعب هذه يا بنتي تحية إكبار إلى أبناء شعب المليون ونصف المليون شهيد في هذا الشهر الكريم شهر التاريخ عشرين قوت خمسة وخمسين عشرين قوت هذه الثورة العظيمة التي بيها نحيا سؤالك يا عامل المنتظر من الرئيس القادم الرئيس القادم أولا قبل كل شي عندما ندرس البرامج نقرر وماذا بنا تكون الخطاب السياسي المترشح هو شخصيا اللي يتكلم مع الشعب الجزائري حاول شعب الجزائري باش يقنعوا تكون لغة عربية سليمة تطبيق للدستور الجزائري يقول لك اللغة العربية اللغة رسمية وهناك اللغة الأمازيغية وأخواتها الشاوية والنظامية والترقية والشلحية ماذا بنا المترشحين يخاطبون بلغة جزائرية عربية ولهجات محلية جزائرية المنتظر من هذا الرئيس القادم هو في الحقيقة باش يصنع الجزائري كأمانة للشهداء يحفظ على الاستقرار يخدم الشعب الجزائري وماذا بنا ماذا بنا الحك للرئيس القادم يدير التوازن تمثيلي حقيقي في هيكل الدولة بين الشرق والغربي والوسط والجنوب شخصيات وطنية تاريخية وطنية مخلصة تخدم الجزائر والشعب الجزائري من أجل حتى نبني الجزائر قوية مهابة وتحترمها كل الأجناش وكل الدول ولا تتلعب بها ميلوني أو غيرها لأن ميلوني هذه الذين كانوا يدافعون علم أحفاد ميلوني وأباء ميلوني والشعب الإيطالي هم جزائريون كانوا يقدمونهم الغذاء عندما كانت المجاعة في الحرب العالمية الثانية وكانوا يصفعون العنصريين في سويسرا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا من أجل الدفاع عن الإيطاليين وعن الشعوب الأخرى وعن الجزائريين هكذا كانت الضربة القاضية مثل ضربة قاضية الملاكمة الجزائرية التي التي حاولوا أن تكزيمها وتشويه سمعتها لكنها انتسرت هكذا كان محمد شاوي يصفعوا العنصريين في قلب أوروبا عندما كان الأشخاص لا يعرفون قلب أوروبا شكرا السلام عليكم بتيدي رئيس جديد ليرا وجايز سابق هذا اللي حاكم إن شاء الله البلاد إن شاء الله نتمنى ولو يطينا الإيجابية للبلاد هذه وإن شاء الله يمدلنا حاجة ماخر وإن شاء الله وإن شاء الله يديرها ونتمنى ولو والرئيس سلطان الجمهورية عبدالنواجي تبون نتمنى إن شاء الله الموافقة إن شاء الله يعني في الحقيقة الرئيس داع المستقبل كل حاجة رهي واضحة نحبوا البلاد إن شاء الله تسقم رأي مسقمة وتزيد تسقم أحسن من هكذا يعني ما نظن أنا يعني المنتخبين وبربي إن شاء الله بإذن الله هل رأي سروا معروف ما نقولوش يعني ما نحبوش نوضحوا الأمور بس حي الحاملة كل منتازة كنتيحن فيه ثلاثة راهي منتازة ويعني نشكرهم أنا عاكل إيها الكل ورب إن شاء الله يجيب الخيل للبلاد ويطلونا بالخصن في الشابيبة الشابيبة رأي حابسة شوية ما يشتخدم هذا يعني الحل الوحيد والمعيشة المعيشة ريت تحسن يعني أنا نظن خمسة سنوات هدم العقبود على الرئيس تبون رأي أحسن ما يكون ما نقدروش نقولو ما مش ملاح ولا حاجة رأي زاد للعمال زاد للمتقاعدين زاد لأ ورب إن شاء الله فيه الخير رب يجيبه إن شاء الله للبلاد هذا ما نقولو أعود بالله مجرد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشعب الجزائري السلام عليكم سؤالكم يتعلق بمتطلبات الشعب الجزائري من الرئيس القادم أهم متطلب هو تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتحسين حالة الصحة والتعليم تعاني في الجزائر هناك إصلاحات نتمنى تسير الإصلاحات إلى أفاق جديدة والاهتمام بالشباب طاقات الحية خاصة ميدان الشغل نجد طاقات شبانية عندها شهادة عليا ولم تجد فرص عمل إن شاء الله الرئيس القادم يعتني بهذه المتطلبات وهي رجاء أنا من جنوب الجزائر أنا في عطلة في العاصمة أتمنى الرئيس القادم أن ينظر قلين الجنوب خاصة توفير مستشفيات مختصة خاصة من منطقة غردية ورقل الجنوب الكبير نحتاجم مستشفال الحوروك خاصة مستشفال الحوروك وطاقات التعليمات التي نتعب إلى العاصمة من أجل تدوى التامريد السلام عليكم أي نوعنا مستشفال الحوروك كما يمكن أن توقف الإنجية لمدة الرئيسة؟ لأننا نحن الجزائر خرجوا ثلاثة دوننا وسأرحل خرجوا في أدوى التعليمات نجدين حلالنا على كل شيء نجد أن يسمى أنا لأنني أكون الأصليون سيكون مستشفال ومن أمر أنني أقول نجد أنني مستشفال أنا رانا أحب في هذه البلاد اللي تسمى الجزائر تكون عندنا قيمة كما يقولوا يطلعوا كما يقولوا للشهرية على الجزائري معيشة كريمة لما لا نتمنى حتى الغلاء هدايا يديروا له حد يعني نبدأوا بأمال هدوما نقدر نقول لك أنا لي لازم لازم حتى يعني كما يقولوا الإنسان تولي عدالة اجتماعية نحو المحسوبية نحو هذه المعريفة لرشاد في الجدور تعنا رانا أحبين التغيير للإحسن تغيير بأشياء مليحة رأيس يكون يخاف ربي يخمم على شعبه يتهلى في ولاده بسكوهادية رأي مسؤولية كبيرة أنا كمواطن هني نتكلم على بالي بالي كاين اللي يقول لك رأي يهضر بشي يهضروا منا لكن يقول لك الإنسان لازم يقول لك لاتي وغيره بقومين حتى يعني احنا بأنفسنا نبدلوا روحتينا ونطلبوا لما لا نحلموا في بلادنا نطلبوا من ناس أنهم يديروا تقافي إنسان اللي يعرفوا فيه ثقا أنا بلا ما نقول راكم عفلان ولا فلان لكن هذا كما يقولوا فرانا في بلادنا ولازم نعرفوا بلاد لما فيها شرائيس ما يكونش استقراف لهذا أقول أن الرئيس لازم يكون نديروا بيناتنا يعني ثقا لما لا ونتعلموا حاجة له يعني لما لا أننا نتناقشوا بيناتنا في بعض المواضيع لأن ذوكال وكان ما نقصروا بيناتنا من الأخر وراكوا رايحين بيها لازم نديروا حد لأذي الأشياء هدوما لكن الرئيس اللي راح يكون أنا نطلب منه أن المسؤولية تكون تقيلة مرايش خفيفة كين معاناة المواطن كين مشاكل عدلة اجتماعية يعني يصوالح بالزاب من بينها المحسوبية الهجرة اللي راح يعني يقولونها غير الشرعية هذي أولادنا اللي راح يموتوا نتعلموا حاجة يقولوا لها لغة البديل لماذا الشباب يهربوا لازم يقولوا لوش يهربوا نعلموا يا حب الوطن نحب بلاده بصح باشي حب بلاده لازم نغيروا بعض الأشياء كما استمعنا لأراء المواطنين شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة نلتقي في عدد آخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة